السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم في حد عايز يعمل سلوب او ميل لسيلنج تمام طيب خلينا نشوفها مع بعض كده سيلنج وهقول له اوتوماتيك سيلنج او سكتش سيلنج تمام طيب غسمت بالدوت اهو وبعد كده هلاقي سلوب الراو تمام هقول له ان انا عندي السلوب من هنا ده العالي وهينزل مثلا الهين وقول له اوكي طبعا مش هتحس ان في حاجة حصلت غير لو عملنا سكتشن والنرى عزين سكتشن في المكان دوت ونخلي السكتشن للغرفة دي بس اهو واقول له جوتو فيو فلاقي السلينج عندي اهو ده السلينج اللي احنا لسه نسمينه ويه مرسوم بميل اهوات تمام اعايز تأكد ممكن تقول له انوتيت وتقول له انا عايز اعمل سلوب فابدأ يقول لك انه في فعلا السلوب في الاتجاه دوت طيب خلينا نرجع تاني عايز الغي السلينج دوت هبدأ اعمل علي سيليكت وقول له فلتر وقول له انا عايز الغي السلينج ونحاول بقى انه هنعمله من خلال السلوب سيلينج اهو احطه بالشكل دوت طيب اعايز اشوف بقى السلوب اني اتجاه فهقول له ادت باوندري وقول له سلوب قرريه وابدأ ان انا احدد الميل البتاعي بالشكل دوت وحس لو حدت مثلا عايز يرسم ما يضطرش ان هو يقول له انا مضطر عشان ارسم سيلينج ميل او اروح للسكتش اللي اممكن ترسمه في الاتجاه طيب بالمنازمة كان حد حصل عنده مشكلة ان هو بيقول لنا انا جيت هنا وقول له عايز اعمل ان انا الف في الروتيت للشكل وملفش معيه ليه ملفش معيه لو وقف هنا وقال له الروتيت فيه اختيار اسم كوبي تمام لو انا علمت عليه وقول له ان انا عايز كده هيرفض لان هو كده هيبقى فيه اتنين وميلين وحاجة زي كده فلو انت عايز اعمل الروتيت صح لازم تلغي العلامة من كوبي ساعتها هيجي معك بالشكل دوت وممكن بعد جهة تاني لو انت حابب يعني ترجح تاني ممكن تقول له قليم ده مع ده وده مع ده عشان السيلنج يبقى بدأ من البداية